اشتركوا في القناة الذي يجيب المضطر إذا دعاه تعرفون رحمكم الله كيف أن الدعاء من أعظم ومن أجمل العبادات التي لا يمل المرء من الحديث عنها ومن ممارستها الدعاء بمثابة سقياء الروح وغيط القلوب حيث يسقيها فتعطي النور والإيمان والضياء والخير العميم والكلمة تنطلق من قوله تعالى في سورة النمل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكر المضطر كما هو معلوم هو المكروب الذي مسه الضر يعني من أحوجه مرض أو فقر أو غير ذلك إلى طلب الفرج يدخل في ذلك المسافر والمظلوم والمريض والمكلوم وأي إنسان يحس بأنه فيه ورطة ويحتاج إلى أن يخرج منها فالإنسان المضطر هو من يلجو إلى الله والضرورة إله سبحانه تكون بالإخلاص له وقطع الرجاء عن غيره أما يجيب المضطر إذا دعاه ودعوة المضطر مجابة على كل حال بمعنى أن الدعاء في حالة الكرب والاضطراب والاضطرار مستجاب يقول نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر وقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء معناها هل يجيب المضطر أحد غير الله وهل يكشف السوء إلا الله وحده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أخرجه ابن ماجة فالله عز وجل معشر السادة والسيدات هو المدعو عند الشدائد وهو المرجو عند النوازل يقول عز من قائل ثم إذا مسكم الضر فإله تجأرون ثم إذا مسكم الضر فإله تجأرون ومعنى تجأرون ترفعون أسواتكم بالدعاء والاستغاثة وطلب الفرج فلا أحد يلجو إليه إلا الله ولا أحد ينجينا منها لكن إلا الله يقول الشاعر الحكيم وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج ورب أخ سدت عليه وجوهه أصاب لها لما دع الله مخرج وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج ورب أخ سدت عليه وجوهه أصاب لها لما دع الله مخرج معشر السادة والسيدات ما تمرت هذا الكلام في هذا الضرف الذي نعيشه لا شك أن الأمر بين كما نردد دائما ضاقة الحال على البلاد والعباد واشتد الكرب ومات الناس ومرض الكثير وباقي آتار هذا الوباء تعرفونها جميعا لا دعيا أطيل في شرحها وبلادنا وبلادنا أرعاها الله قامت بما تستطيع من الأسباب المادية ففردت ففردت الاحترازات ووفرت الدواء وقامت بالتوعية للناس وبزجرهم في بعض الأحيان إن لم يستجيبوا ولم تقصر في ذلك بعد القيام بالأسباب وبعد إتقانها وإكمالها لا بد من الفرج إلى المغيث سبحانه وتعالى ولذلك يجب علينا معشر المواطنين والمواطنان أن نهرها جميعا إلى الله إهرعوا إلى ربكم وسألوه المدد وسألوه الفرج وقد سأله من قبلنا من الفضلاء من الأنبياء والصالحين فنجاهم ولذلك نردد معهم ومن بعدهم يا مدركا دنوني في كبد الدجا أدرك فؤاد العبد بالرحمات اللهم يا ربي إننا ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته نسألك مسألة المضطرين وندعوك دعاء الخاشعين أن تلطف بنا فيما قضيت اللهم أنت ربنا ورب كل شيء نتوسل إليك بكل عزيز لديك أن تكشف ما نزل بنا آمين 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 لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمين وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وليه صحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين